اشتركوا في القناة المشارك في مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان منوها بالنجاح الذي حصله وفد مملكة البحرين في جنيف وذلك من خلال إبراز الحقائق وتقديم المعلومات الشاملة والمتكاملة حول النجاحات والإنجازات التي تسجيلها المملكة للصدامة صون واحترام حقوق الإنسان مشيدا بما تضمنه التقرير من بيانات تعكس المكان المرموقة التي وصلت إليها المملكة على المستوى الدولي في المجال الحقوقي وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين عرفت على أمر التاريخ باحترامها وصونها لحقوق الإنسان ورعايتها المتكاملة لحقوق الجميع بصورة عادلة ومنصفة وأكد المعالي أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم فتح العديد من المسارات لتعظيم المنجزات الحقوقية وترسيقها عبر برامج ومبادرات رسمية وأهلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر